في هذا الفيديو سنحل بعض المسائل على شابتر ستة اللي هو اليانج موديولاس والإلاستيسيتي ويرو فعندي عدة مسائل موجودة أصلاً أوتوماتيكلي هون فبدنا نحلها نبدأ حل مثل هاي المسائل نبدأ بالمسألة لقبلها بس بالأول بدي تعطوني ملاحظة حط ملاحظتين قبل ما أبدأ بحل هاي المسائل الملاحظة قبلها إذا محظفت اليوم حل المسائل أول ملاحظة إنه إذا كان بالسؤال في عندي مس يعني M مثلاً بالكيلو جرام As example اللي نقول M تساوي 50 كيلو جرام فإن الفورس مباشرة من أخذ الF اللي هي تساوي M ضرب الجاذبية اللي هي 50 الجاذبية اللي هي 9.8 وبالتالي هاي راح تساوي بالحاسبة 50 ضرب 9.8 ويساوي 490 نيوتن فهاي أول ملاحظة وين ما تشوف في أي سؤال Mass مباشرة أحولها لفورس كيف بنضربها بالجاذبية اثنين إذا كان بالسؤال Radius يعني نصف قطر فهو يعطيك Radius عشان تحسب منه المساحة Area المساحة فدائماً Radius يرمز له بالرمز R فدائماً مساحة تساوي by موجودة بالحاسبة ضرب R تربيع اللي by هي 3.14 ضرب R تربيع اللي معطاه عندنا بالسؤال مثال لو قال لي أنه Radius مثلاً 0.2 متر مباشرة ليش أعطك إياه عشان تحسب المساحة لأنه أنت بحاجة إلها في هذا الشابتر فبتقول by ضرب R تربيع يعني 3.14 في 0.2 تربيع وميل حاسبة 3.14 ضرب 0.2 تربيع ويساوي إذا انطلعت المساحة 0.125 متر تربيع الملاحظة الثالثة كثير بعطيني Diameter Diameter بالسؤال يعني القطر الكامل إذا أعطاني الديامتر D أنا ما بحاجة لـ D أنا بحاجة لـ R فمباشرة بقسمه على 2 D على 2 ليش؟ عشان أحسب منه المساحة اللي هي الـ Area by R تربيع يعني مثال قل لي Diameter 3 متر مباشرة أنا بديش الـ Diameter أنا بدي الـ Radius بقول الـ Radius اللي هو R يساوي 3 على 2 تساوي R تساوي 1.5 وبكمن لحساب الـ Area النقطة الرابعة والأخيرة قبل ما ننحل مسائل إنه التحويلات إذا كان بالسؤال ملي متر فإحنا بنحولها لمتر كيف بنحولها لمتر؟ بنقسم على ألف إذا الملي متر عشان نحولها لمتر بنقسم على ألف بتحول إلى متر إذا كانت بالصانتي بنحولها لمتر بنقسم على مية مثال لو قل لي أنا عندي 2 ملي متر مباشرة قبل ما أبدأ بأشتغل بقول هاي 2 على ألف أوكي ويساوي 0.002 متر وإذا قال لي مثلا 2 صانتي ونقول له تمام هذه قبل ما أبدأ بقوله 2 على مية ويساوي 0.02 متر وبعدين بكمل شغلي أرجو إن هذه النقطة تكون واضحة لأنه الآن بدي أدخل في المسائل راح تظهر كل هاي الأشياء أمامنا يرح نشوف المسائل نأخذ المسألة رقم واحد في هاي المسألة بيقول لي وير 2 متر يعني أول حاجة معطيني الأل يساوي 2 متر 2 ملي متر شوف إذن معطيني الدياميتر مباشرة أنا بدي الرادياس اللي هو يساوي d على 2 مديش الدياميتر يعني راح أقوله 2 على 2 ويساوي 1 قال لي ملي متر ما بديها بالملي متر بقسم على ألف فإذن هاي راح تساوي 0.001 متر طب ليش أعطاني كل الدياميتر تذكر إنه كل هاي يطاكيها عشان تحسب الاريا مباشرة بقول باي في R تربيع اللي هي تساوي 3.14 ضرب R تربيع بعد ما حولناها تربيع ومن الحاسبة 3.14 ضرب 0.001 تربيع ويساوي هذه يا بوي طلعت 3.14 ضرب 10 قوة سالب 6 متر تربيع حسب الاريا أوكي وين ستريشت ماس إذن قال لي ماس هاي كتلة مباشرة بس أشوف الماس عندي 8 كيلو جرام قبل ما أبدأ بحل بحولها لفورس تساوي M في الجاذبية وتساوي 8 ضرب 9.8 ويساوي 8 ضرب 9.8 يساوي عندي طلعت الفورس 78.4 نيوتن بحطوا قبل ما أشتغل حولنا كل شي للأشياء الان الآن إذن مقصود فيها هاي دلتا أول خطوة بده واحد الاسترس الاسترس تساوي فورس على آريا الآن أنا مجحزها الفورس هايها هاي الفورس إذن تساوي 78.4 على الاريا أيضا أنا مجحزها حاسبها ويساوي 3.14 في عشرة قوة سالب 6 يال ويساوي تقسيم 3.14 اكسبولنشل سالب 6 ويساوي هذه طلعت وتساوي تقريبا 24.9 في عشرة قوة موجب 6 الوحدة القياس 2 لكل متر تربع ايش بدك المطلوب الثاني سترين تمام السترين اتنين السترين ايش هو السترين يساوي الزيادة في الطول على الطول الاصلي كم الزيادة في الطول كانت 0.24 في حالة السترين مش ضروري التحويل يعني لانه الملي مع المتر اللي بيروح المهم يكونوا نفس الوحدات 2.4 والقل الاصلي قديش كان اتنيا هاي ملي وهاي ملي متر اذا ما بيزبط فالملي متر هاي بدك تحولها بنقسمها على اذا لانه واحدة بالملي واحدة بالملي متر لازم نقسمها اذا هذي اول حاجة اوكي الدلتا ال نيجي هون الدلتا ال تساوي 0.24 قسمة الف تمام وحولناها لمتر لانها هيها بالملي متر اذا صار عندي 0.24 قسمة الف وهذه تساوي 2.0 4 في 10 قوة سالب 6 متر تمام اذا نجي نعوض هون 2.4 في 10 قوة سالب 6 على الطول الاصلي اللي هو ال 2 متر طلع الجواب بلا وحدة طبعا بس لازم يكون اللي فوق زي اللي تحد وحده 1.2 في 10 قوة سالب 4 بده الينج موديولاس اوكي انوسع حالنا اوكي اروح على الصفحة التوسح هون الينج موديولاس لحساب الينج ما زلت بنفس السؤال احنا اعرفنا الاسترس يساوي الينج في الاسترين يلا كم الاسترس طلع عندي كم حسبنا الاسترس هاي الاسترس عندي طلع 24.9 24.9 ضرب 10 قوة موجب 6 ال اي مجهود كم الاسترين عندي طلع ضرب وينكي الاسترين هاي الاسترين الاسترين طلع 1.2 1.2 في 10 قوة سالب 4 يلا اذا ينج موديولاس يساوي بنجيب هذا للجهة الثانية كقسمة اذا اليانج يساوي 24.9 ضرب 10 قوة موجب 6 قسمة 1.2 في 10 قوة سالب 4 وبالحاسبة بيطلع عندي كل هالكلام 24.9 اكسبونانشل موجب 6 قسمة 1.2 اكسبونانشل سالب 4 ويساوي اذا ينج موديولاس طرع يساوي 2.07 في 10 هو 11 نيوتن لكل متر تربيع بالمناسبة نيوتن لكل تربيع بيسموه احيانا باسكال يعني اذا شفتوا كلمة باسكال عادي فهي نفس نيوتن لكل متر تربيع اوكي نشوف السؤال الثاني السؤال رقم 2 بيقول لي افورس هاي الفورس جاهزة الحمد لله مدهوش تغيير ولا شي ابلائد استيل وير وير وذلينك اذا هذي ال داياميتر بس اشوف داياميتر اذا عندي الدياميتر انا مين بدي بدي الريدياس يساوي داياميتر على اثنين ويساوي بوينت ستة قسمة اثنين ويساوي قديش بوينت ثلاث بس هو بقايل بالمليمتر يعني ندحولها ندقسم على الف اذا قسمة الف قسمة الف ويساوي هاي طلعت ثلاثة ضرب عشرة قوة سالم اربعة بوحدة المتر تمام طبعا لانيش بدي كل القصة هاي عشان احسب منها الاريا الاريا اللي هي تساوي باي في الريدياس تربيع يعني اريا تساوي ثلاث فاصلة اربعة عش ضرب الار ثلاثة في عشرة قوة سالم اربعة الكل تربيع واضح القصة هاي اذا ديميتر كيف الدمش فيها لين اوصل ل الاريا ويساوي هذه كل هاي طلعت الاريا تساوي اثنين فاصلة ثمانية اثنين في عشرة قوة ناطس سبعة متر تربيع تمام كالكوليت the extension of the wire يعني قديش الزيادة يعني بده كم دلتا ال علما انه ينج يساوي 2.1 في عشرة قوة داش باسكال باسكال او نفس الماء بنقوله بسيطة اول حاجة طلع الاسترس اللي يساوي F على الاريا 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 هاي نحسب ناها اثنين فاصلة ثمانية اثنين ضرب عشرة قوة سالة بسبعة تمام ويساوي ميتين وخمسين قسمة اثنين فاصلة ثمانية اثنين اكسبونا ان شاء سالب سبعة طلع هذا الكلام عندي يساوي ثمانية ثمانية ستة فاصلة خمسة ضرب عشرة قوة ستة تمام لكن انا بعرف انه الاسترس يساوي اليونج ضرب الاسترين كل شي ماهي ماعدة الاسترين اذا طلعت الاسترين بقدر اطلع منه الدلثال الاسترس هينا حسبته ثمانية فاصلة ثمانية ستة فاصلة خمسة في عشرة قوة موجب ستة اليونج هايو معطا بالسؤال اثنين بوينت ون في عشرة قوة ودعش ضل ضرب ضرب الاسترين سهل الان اطول الاسترين اذا الاسترين يساوي هذا بنجيب لهون مقسوم فاذا الاسترين يساوي ثمانية ثمانية ستة خمسة ضرب عشرة قوة ستة على اثنين بوينت واحد في عشرة قوة واحد عشر تمام اذا صار عني ثمانية ثمانية ستة بوينت تو اكسبونانشل ستة قسمة تو بوينت ون اكسبونانشل اهداش هذا يبوي طلع الجواب اربعة فاصل اثنين اثنين في عشرة قوة سارب ثلاث هذا الاسترين بس هو ما بده الاسترين هو بده قديش ادي التقل لكن انا بعرف انه الاسترين يساوي دلتا ال على ال تمام الاسترين هيو اربعة فاصلة اثنين اثنين في عشرة قوة سارب ثلاث دلتا ال هو المجهول والال عندي بالسؤال وينك يقل خمستاشر متر اذا قسمة خمستاش هذه على واحد اذا دلتا ال تساوي خمستاش ضرب هذا الرقم اذا طلع عندي زيادة في الطول هي اربعة 0.06 33 متر تمام السؤال اللي بعده بيقول لي structural steel has road radius معطينا ال radius جاهز كويس 10 ملي متر يعني اقسم على 1000 عشان نحوله لمتر فبيطلع 0.01 متر and length هذه الجاهزة عندي الفورس الفورس F جاهزة كمان بس بالكيلو يعني كيلو نيوتن يعني بدك تضرب 1000 لانها كيلو it's a long it's a long it's a long it's a link calculate the stress بسيطة the stress يساوي F على area بس area انا مش حاسبها خذ نحسبها على جنب area تساوي by r تربية زي ما قلت لكم اذا طلعك r انت لازم تحسب area مباشرة 3.14 ضرب r اله 0.01 تربية 3.14 ضرب 0.01 تربية هذه يا بوي طلعت تساوي 3.14 ضرب 10 قوة سالب 4 اذا نجي نقول هون اذا الفورس تساوي الفورس موجودة 100 بس كيلو يعني ضرب 1000 عشان نخليها بوحدة نيوتن على area هيها 3. فاصلة 14 في 10 قوة سالب 4 وهذا يساوي 100 ضرب 1000 قسمة هذا الرقم طلع ايش رقم ضخم ويساوي 318 فاصلة 5 ضرب 10 قوة 6 طيب المطلوب الثاني ال يعني بده دلت ال مقدار دلت ال كيف ممكن اطول الدلت ال مدام انا عندي ينج موديولاس موجود افضل اذا خلينا الثاني ينطول المطلوب الثالث بعدين اكل الثاني افضل اذا السترين 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 كيف احسبه انا بعرف السترس يساوي ينج في السترين السترس حسبنا ينج موجود بالسؤال نعم ينج موجود في السؤال هايو اذا دعنا نغير اللون عندي اثنين ضرب عشرة قوة 11 هاي عشرة قوة 11 بس مكتوبة مضبوطة هون ضرب السترين بطلع السترين بكل سهولة بنيجي هذا الهون مقسوم اذا نصار ثلاثة مية وثمانتعش اوكي قسمة قسمة اثنين يقسمون انشاء الهدعش ويساوي هذا طلع عندنا السترين يساوي 1.59 في عشرة قوة سالب ثلاث الان اوكي بدو الانيوجيشن السترين يساوي دلتا ال على ال السترين هايو محسوب اللي هو الرقم اللي عندي يعني اذا بدأ اوضحه هون اللي هو عبارة عن 1.9 59 ضرب 10 قوة سالب ثلاث الدلتا ال هو المطلوب والطول الاصلي موجود بالسؤال وليا مش موجود نعم هايو 1 متر اذا 1 متر هايو على 1 يعني دلتا ال تساوي نفسه رقم السترين لعنو الطول الاصلي 1 تمام اوكي نروح للسؤال بعد بيقول كبر وير اذا في عندي سلك نحاسي اللينكت الو هايو الدياميتر مباشرة بس نشوف كلمة الدياميتر اللي عندي الثلاثة نقسمها على 2 عشان انا بدي الريدياس فصارت 1 ونص مليمتر نقسمها على 1000 فصارت 1 ونص ضرب 10 قوة سالب 3 متر ليش بدنا اياها عشان نحسب الاريا كل هاي القصة لازم تكون في ذهنك باي ار تربيع ويساوي 3.14 ضرب 1 ونص في 10 قوة سالب 3 تربيع اذا 3.14 ضرب 1 ونص سالب 3 تربيع وبالتالي هذا الاريا تساوي 7.06 في 10 قوة سالب 6 متر تربيع طيب مش معطيني الفورس يعني دلتا تساوي مليمتر بنقسمها زي ما قلنا أحسب الفورس علما بأنه يانج مدولس موجود بنقوله بسيطة يساوي يانج ضرب السترين يساوي 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 0.5 مليمتر مليمتر يعني نقسم على 1000 يعني 10 قوة سالب 3 تقسيم وين ال على 2 دلتا 0.5 سالب 3 قسمة 2 هذا الكلام انجي طلع عندي كل ياته يساوي 25 ضرب 10 قوة 6 لكن الاسترس يساوي الفورس على اريا إذن ويساوي أنا عندي هذا كله طلع 25 في 10 قوة 6 إذن فورس على بس الاريا موجودة حسب ناها قبل شوي تساوي 7 فاصلة O 6 ضرب 10 قوة سالب 6 يساوي 25 في 10 قوة موجب 6 هذه على 1 1 وبالتالي يمكن من هاي المعادلة إن نحل القلم وقف من هذي بنقدر نحسب كم عندي الفورس تبا لدى تبا لدفع من هاي المعادلة ابرح